الخبر اللي معايا خاص بساسي لكن في الحقيقة هو الترفكير والتركيز اللينا كلنا سواء بقى للأهل أو للزمالك أو للبيرامدس هو أن انت تعدي الماتش اللي جاي بذات بكلم بالأخص طبعا الأهل والزمالك لأن الماتشات بالنسبة لهم صعبة والحاجة للفوس والمبراتين دول بالنسبة لهم مهم جدا أي كلام تاني في تجديد لعبين أو 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 أعتقد أنه هو مش هيبقى في الدماغ لكن احنا دايما بنقول وبنسبة بالخبر عشان جماهير الفلتين تبقى متطمنة على فريق عايز أقول لكم ساسي يعني مسؤول اللجنة المخلفة بإدارة نادي الزمالك انتفقوا مع ساسي خلاص شبه اتفاق نهائي بأن هم هيجددوا لساسي بمبلغ 2 مليون يورو أو دولار في الموسم الواحد يعني بيقتربوا من المبلغ اللي طلبوا ساسي وبالتالي 4 مليون في موسمين يعني 2 مليون في الموسم الواحد 4 مليون في موسمين وأعتقد أنه هم اقتربوا بشكل كبير من المبلغ اللي طلبوا ساسي وبالتالي بيقترب أو في وجهات نظر خاصة اقتربت من خلال طبعا الاتفاق على التعاقد مع اللعب أيضا كارترون بيطالب فبعا باستقرار الفريق واللعبين اللي هم يتمد عقدهم من تجديد ليهم الأمور الخاصة بجزئة اللعبين وبالتالي واحد من أهم اللعبين طارق حامد يعني كارترون بيقول أن محتاج أن الأمور تستقر معاه في الجزء التعاقدي من خلال تمديد عقده في الفترة القادمة يعني واحد من العيبة المهمة طارق حامد وبالتالي مهمة جدا أن أنت تتعاقد معاه وتكمل أو تمديد عقده خصوصا أنه الموسم المقبل هو يقدر يوقع لأي نادي آخر من خلال طبعا تواجده في الفترة القادمة اتفق بقى مسؤول الناس كانت بتسأل بتشيكوا هيمشي إزاي الأمور بالنسبة له ليه فلوس ومستحقات ليه شرط جزائي هو مفروض من خلال شرط جزائي من خلال طبعا الفلوس المتبقية ليه ليه 600 ألف دولار ليه 600 ألف دولار اتفق مسؤول اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الموضوع طبعا مع المدرب بالاتفاق مع باتشيكو أنه ياخد 450 ألف دولار بس والأمور تنتهي وما يبقاش فيه أي شكاوي في الاتحاد الدولي من خلال باتشيكو لو طبعا كان الأمور بالنسبة له كانت تتبقى كده لو ما خدش فلوس أو حصل اتفاق مع إدارة نادي الزمالك كارترون طبعا مهم أنه هو إما بيرجع عارف إزاي بتعامل مع اللعيبة ففكرة المشاكل اللي حصلت الفترة اللي فاتت والأمور اللي ممكن تكون فيها لعبكة ولغبطة في التيم بين لعيبة عايزة تلعب ولعيبة مش عايزة تلعب ولعيبة الأمور بنسبة لها في فكرة تعاقد وكلام كتير جدا هو الراجل جاي عمل جلسة مع اللعيبة وحذر من اللعيبة اللي ممكن تكون بتفكر أنها تعمل خلخلة في الفريق من خلال طبعا كلام من خلال خناءات من خلال مين يلعب ومين يلعبش هو صاحب القرار وأعتقد أنه هو كمدير فني ليه الحق الأكبر في التعامل بالشكل لأنه أنت مش توري العين الحامرة زي ما احنا يعني بنتكلم لا الأمور بالنسبة لنا كمدير فني أنه هو بيفرد شخصيته على الفريق وأن الأمور بالنسبة ليه اللاعب هو لاعب فقط مين يلعب مين ما يلعبش مسؤولية كارترون وده الأهم في الفترة القادمة واللي محتاجه الصراحة نادي الزمالك في الفترة المتبقية نادي الزمالك هل هيحصل تغييرات؟ آه ممكن يحصل بشكل كبير تغييرات في الماتش القادم أبو جبل ممكن يبقى متواجد كحارس مرمى للفريق ممكن نلاقي أيضا أسامة فيصل متواجد كراس حربة في هذه المباراة يعني دي ممكن التغييرات اللي ممكن بيفكر فيها كارترون في أشراك أبو جبل مرة أخرى وإشراك أسامة فيصل كراس حربة لفريق نادي الزمالك ما أنا طبعا نادي الزمالك اللي موقفه حتى الآن في المجموعة زي ما أنتم عارفين أن الترجي بيتصدر المجموعة بسبعة نقاط مولدية الجزائر خمس نقاط ثم الزمالك بنقطتين ثم تنجس في المركز الأخير بنقطة واحدة هنا الناس الزمالك إن شاء الله لو فاز لو فاز إن شاء الله يبقى عنده خمس نقاط والأمور بالنسبة له ما بينه وما بين مولدية الجزائر طبعا مهم جدا أنا بغض النظر عن الجدول والماتش وفتح حسابات نادي الزمالك لو كسبت ثلاث مباراة خلاص الأمور بالنسبة له وصل بأمر الله فهي دي النقطة واللازم يحطها اللاعبين في دماغهم عن دوم القدرة يعني عارفين لو لعبة نادي الزمالك والإمكانات اللي عندهم دي مش موجودة أقول لك آه لا في صعوبة لكن أنت عندك القدرة من خلال اللاعبين إنك تكسب فرق اللي موجودة في مجموعتك لأنك إمكانياتك وإمكانات لعبتك كبيرة جدا ولكن إيه اللي بيحصل سوق توفيق استهتار دلع هي دي النقطة وطبعا جميعينا الزمالك بتبقى قاعدة على أعصابها بسبب إنك إنت كلاعب أو كفريق عندك القدرة إنك تكسب ما بتعملش كده دي طبعا يعني عشان بس جميعينا الزمالك بتبقى فعلا شايفة فرقتها حلوة ولكن ما بتكسبش دي بتتعب وبتدائي جدا بالنسبة للجميع طبعا المبارات المتبقية لنادي الزمالك في دي البطولة طبعا هيلعب ترجي يوم الثلاثة إن شاء الله ثم هيلعب مولودية الجزار يوم اثنين إبريل ثم تنجس يوم تسعة إبريل كل توفيق لنادي الزمالك دينا طبعا أخبار عن النادي الأهلي